السلام عليكم اليوم نعطي كيميا للصف التاسع اليوم ننبلش في وحدة الحمود والقواعد لما نحكي الحمود والقواعد هي احد المركبات الكيميائية المهمة الموجودة بحياتنا بتساهم بشكل مباشر بحياتنا هي موجودة في المنظفات هي موجودة بالأدوية موجودة في بطارية السيارة موجودة في جسم الإنسان لما نحكي عن الحمود والقواعد أنا بحكي عن تركيبة أو مجموعة من المركبات المهمة جدا في حياتنا اليومية بشكل عام لما نحكي مثلا زي الحمود زي ما حكيناك عصر ليمون عصر الليمون يحتوي على حمض السيتريك مثلا لما بدي أحكي عن حمض الهايدروكلوريك هذا الحمود وين موجود موجود عندي في المعدة هو مسؤول عن المعدة بتفرزو عشان تساعدها في هضم الطعام لما نحكي مثلا زي فيتامين سي فيتامين سي بيحتوي على حمض الأسكوربيك هذا الحمض مقاوم للرشح هو بيعزز المناعة بشكل عام بمناسبة المناعة وفيروس كورونا حاليا كمان إحنا لما نحكي عن القواعد هذا ربط تقول لك أنا مثال على الحمود لما نحكي عن القواعد زي لما نحكي لك عن البقدونس لما نحكي لك عن الفلفل الأخضر إيش يعني حمود وإيش يعني قواعد تعالوا نشوف لما نحكي عن الحمود نبلش بالحمود هي بحكي أول إيش بأنها هي مواد تتميز بطعمها الحامض زي الخل عصير الليمون اللبن كلها نوعا ما في حمودة بطعمها فمن هون إيجا تسميتها بالحمود طبعا أنا هون بحكي عن الحمود الطبيعية لكن عندما أتحدث عن الحمود المخبرية أو الحمود المحضرة صناعيا هي حمود كاوية حارقة للجلد لا يجوز لمسها وتذوقها لا يجوز التعاطي معها بشكل مباشر لأنها حارقة لأجهزة للجلد والأنسجة بشكل عام أوكي الحمد مادة الحمد بتحول عندي ورقة تباع الشمس من الأزرق إلى الأحمر حمد حمد إلى الأحمر أوكي من الأمثلة على هاي الحمود زي حمد مثل هيدروكلوريك اللي حكينا موجود في عصارة المعدة رمزو أتش سي أل زي كمان حمد الكبريتيك أتش تو أس أو فور هذا وين موجود؟ موجود ببطارية السيارة منسمع بأنه بالعامية نحن لما نحكي بأنه يوجد ببطارية السيارة ميت نار نحن بيكون قصدين حمد الكبريتيك لكن ليش منوصفه بمية النار؟ لأنه من كتر ما هو شديد وحارق على الجلد إذا تعامل معه الإنسان بصورة مباشرة حمد الكربونيك أتش تو سي أو ثري وين موجود؟ موجود بالمشروبات الغازية هلا وفي كثير من الحمود رح نتعرف عليها لاحقا هلا هاي الحمود لاحظ لو طلعنا على الصيغة الكيميائية لهاي الحمود كلها بتحتوي عندي على أيون إيش؟ أيون الهايدروجين الحمد عندما أتحدث عن الحمد بحكي عنه إنه هو مادة كهرالية ماذا نقصد بأنه مادة كهرالية؟ يعني مادة بتوصل محلي لها التيار الكهربائي يعني بيتأين ماذا نقصد بيكلمة تأين؟ يعني أنا من الحمد هذا أحطه في المية بيعطيني أيونات موجبة لهو أيون الهايدروجين الموجب بالأخص وأي أيون آخر سالب يعني أحكي لك حمد الهايدروكلوريك لما أحطه بالمية بيعطيني أيون الهايدروجين الموجب وأيون الكلور السالب حمد، النايت ديك لما أحطه بالمية بيعطيني أيون الهايدروجين الموجب وأيون آخر السالب كذلك الأمر بالنسبة لحمد الكبريتيك بيعطيني أيون الهايدروجين الموجب وأيون آخر سالب جميع الحموض تشترك باحتوائها كما ذكرت سابقا على أيون الهايدروجين السالب إذن إذا أنا بدي أعرف الحمد شو بحكي بحكي هي مادة تنتج أيونات الهيدروجين الموجبة عند إذابتها في الماء هاي الحمود طب نيجي للقواعد نيجي للقواعد حكينا الحمود بأنه بيتميز بطعمه الحامض طبعا الحمود الطبيعية التي يمكن أني أتناولها لكن لما نحكي عن القواعد أنها بتتميز بطعمها شو؟ بطعمها المر زي مين؟ زي الميرامية زي البقدونس زي الفلفل الأخضر هدول كلهم من القواعد الطبيعية بتتميز كمان بملمسها الناعم زي الصبونة الصبونة بتتميز بأنها ملمس ناعم ملس القواعد أكيد الصناعية لا نستطيع تذوقها لأنها كاوية للجلد كما ذكرت سابقا في موضوع أيضا الأحماض الصناعية لا نستطيع تذوقها لأنها ضارة لأنها كاوية للجلد القواعد بتحول عندي ورقة تباع الشمس من اللون الأحمر إلى اللون الأزرق من الأمثلة على القواعد هيدروكسيد الصوديوم رمزه صيخته الكيميائية NAOH وين بيستخدمه هاته بيستخدم في الصابون لما كنت تشتغلوا الصابون في المدرسة كنا نحط هيدروكسيد الصوديوم مع زيت الزيتون مع كمية معينة من الروائح العطرية وكنا نستخدمه في صناعة الصابون بشكل عام هيدروكسيد الماغنيسيوم بيستخدم في صناعة الأدلية وهيدروكسيد الكالسيوم يستخدم في تنقية مياه الشرب لاحظ بأن جميع القواعد المذكورة تحتوي على أيون الهيدروكسيد وهو إيش ال-OH كمان من خصائص القواعد بأنها مواد شمالها كهرالية ماذا نقصد بمواد كهرالية؟ أي أنها توصل محليلها التيار الكهربائي أيضا هي تتأين عند إذابتها في الماء لتعطي أيون الهيدروكسيل وأيونات أخرى موجبة كيف الموضوع بيتم بالتعبير عنه بمعادلة كيميائية؟ بحكي في عندي هيدروكسيد السوديوم لما أحطه بالماء بيتفكك بيتفكك لأيون ال-NA أيون السوديوم الموجب وأيون آخر سالب تفكك الماغنيسيوم هيدروكسيد الماغنيسيوم بيعطيني أيون موجب وأيون هيدروكسيد السالب اللي هو إيش سالب واحد ال-OH سالب واحد كذلك الأمر ينطبق على هيدروكسيد الكالسيوم لو لاحظنا أنه دائما بيطلع عندي آيون ال-OH السالب عندها عندها إذابتها في المحليل يعني في المحليل عندما تتأين القواعد في المحليل دائما تعطي عندي آيون ال-OH السالب إذا الممكن أني أنا أخلص أو أوصل لتعبير عن القواعد فبحكي بأن القاعدة هي مادة تنتج آيون ال-OH السالب عند إذابتها في الماء بشكل عام هلأ هيك مطلوب منك تعرف عن الحمود وعن القواعد بس تعالي نشوف الكتاب كيف معبر عن الموضوع لو فتحنا الكتاب صفحة 36 هذا الحكي بيحكي لي عن الحمود وبيحكي لي كيف تتميز بطعمها اللاذع وما إلى ذلك أنا بهمني الجدول الجدول صفحة 36 الجدول بيحكي لي بعض الحمود المألوفة والمواد التي تحتويها يعني مثلا زي حمد السيتريك وين موجود بالحمضيات حمد الأستيك وين موجود بالخل حمد الكاربونيك في المشروبات الغازية حمد الأسكوربيك اللي هو فيتامين جي موجود في الليمون والحمضيات حمد الكبريتيك في بطاريات السيارة حمد الهايدروكليك كما ذكرت مسبقا وين موجود بعصارة المعدة وآخر شيء حمد اللاكتيك وين موجود باللبن هاي الحمود وبعض المواد الموجودة فيها مطلوب منك تحفظهم هاي الحمود كما ذكرت سابقا تتميز بأنها موصلة لإيش للتيار الكهربائي لو اطلعنا على هذا المحلول في عندي محلول لحمض الهايدروكلوريك المخفف لاحظ بأنه أنا في عندي أقطاب من الليغرافايت هذا الشكل بيذكرنا بخلايا التحليل الكهربائي في عندي أقطاب من الليغرافايت في عندي هون بطارية لاحظ بأنه أنا في عندي مصباح وهذا المصباح ضاوي بما أنه أنا في عندي مصباح ضاوي معناته أنا في عندي دارة كهربائية شو ما لها؟ مغلقة بما أنه في عندي دارة كهربائية مغلقة معناته أنا في عندي هون أيونات موصلة أنا في عندي هون أيونات متحركة لمن يحكيلي حمض الهايدروكلوريك اللي هو مين أتش سي أل وهذا لمن أنا بحطه بالمية بيعطيني أيون الهايدروجين الموجب زائد أيون الكلوريك السالب فهذا بيعطي خاصية للمحليل بأنها تكون عندي موصلة للتيار الكهربائي طبعا أنا في عندي حمود قوية وحمود ضعيفة والحمود القوية بتكون جيدة توصيل للتيار الكهربائي لأنه معظم جزيئاتها أو معظم الكمية بتتأين في الميو بتعطيني كمية كبيرة من أيون الهايدروجين الموجب لكن قوة الحمود وقوة القواعد كانت دخلة بالمادة لكن انحذفت هذا الفصل صفحة 38 بحكي لعلك توصلت لأن الحمود مواد شمالها كهرالية تتأين عند إذابتها في الماء وينتج عند تأينها أيون الهايدروجين الموجب وأيونات أخرى سالبة تختلف باختلاف الحمود مما يجعل محليلها المائية موصلة للتيار الكهربائي كيف بمثل أنا المعادلة التأين هيوت حمد الهايدروكلوريك لما أنا أحطه بالمية رح يتفكك عندي لأيون موجب أيون الهايدروجين الموجب وأيون الكلور السالب نيجي لقوة الحمود قوة الحمود مو داخلة محذوفة من الوزارة صفحة بقية صفحة 8 ترتين مو داخلة محذوفة من الوزارة نيجي للقواعد كذلك الأمر هاد مولو شخص نيجي للقواعد بحكيلي هل سمعت بالصودة الكاوي اللي هي هيدروكسيد السوديوم إنها المادة البيضاء اللي تتضيف إلى الزيت الزيتون عشان نصنع الصابون هذا الإشي اللي ذكرته في بداية الفيديو لما شرحت عن القواعد بحكيلي هل رأيت شخصا يستخدم الجير المطفأ يشو الجير المطفأ اللي هو هيدروكسيد الكالسيوم يلي هو رمزه سي ا ا ا ا اتش الكل تو ليش بطلقوا فيه سيقان الأتجار لحمايتها من الحشرات يعني هون كمقدمة عن القواعد هذا الجدول طبعا مطلوب منك تحفظه بحكيلي هون بعض أنواع القواعد الموجودة في عندي هيدروكسيد السوديوم بشو بستخدمه أنا بستخدمه في صناعة الصابون صناعة مواد تنظيف المصارف الأمونيا النشادر يدخل في صناعة التنظيف الأسمدة مصحيق تنظيف الحمامات هيدروكسيد الماغنيسيوم صناعة الأدوية لمعالجة حموضة المعدة هذا رح نتطرق لموضوع كيف بيتم عن طريق التعادل يعني هون في عندي هيدروكسيد الكالسيوم يستخدم في البناء سقان الأشجار تنقية مياه الشرب صفات القواعد هي بتغير لون ورقة تباع الشمس من الأحمر إلى الأزرق بتتصب طعمها المر المسها الناعم كالصابون لا يجوز تذوقها ليه لأنها كاوية للجلد صفحة اللي بعدها أربعين بتبين عندي رسمة بتبين عندي أنه إمكانية توصيل محلية القواعد للتيار الكهربائي أنا هون في عندي محلول هيدروكسيد السوديوم هيدروكسيد السوديوم يلي هو رمزه N-A-O-H بما أنه بحكي لي هو هون محلول معناته أنا في عندي داخل هذا المحلول أيونات ال-N-A الموجبة وعندي أيونات الهيدروكسيد السالبة أوكي؟ هاي الأيونات بتكون عندي حرة الحركة فبيبين عندي بأنه أنا في عندي تيار مستمر بدليل على ذلك أنه أنا في عندي مصباح شو مالو مضوي ضاوي يعني أنا في عندي هون تيار كهربائي يعني أنا في عندي حركة للأيونات داخل هذا المحلول نيجي نتطلع صبحة 21 إلى أن محليل القواعد تتأين عند إذابتها في الماء وينتج عنها أيونات OH السالبة وأيونات أخرى موجبة مما يجعل محليلها موصل للطيار الكهربائي يمكن تمثيل تأيون هيدروكسيد السوديوم في المعادلة الموضحة أنه أنا بس أحطه بالماء يعطيني أيون السوديوم الموجب وأيون الهيدروكسيد السالب قوة القواعد مش داخلة معك هي يفترض بقوة القواعد أني أنا أصنف لك إياها أنه نحن في عندي قواعد قوية في عندي قواعد ضعيفة لما أوصف القواعد القوية بحكي عنها بأنه هي قواعد بتتأين معظمها في الماء علشان هيك بتعطيني قوة تيار كهربائي عالية شد التيار الكهربائي بتكون عندي عالية بينما لما نحكي عن القواعد الضعيفة بيكون عندي تأين جزئي يعني تأين بسيط مش كلها بتتأين عندي في الماء فبتعطيني كمية بسيطة من الأيونات نتيجة لذلك بيكون عندي التيار الكهربائي منخفض لكن هذا الحكي قوة القواعد مو داخل معك صفحة 42 أكتب معادلات كيميائية تبين تعملية التأيون كما ذكرنا مسبقا إنه أنا لما بدي أجي أعبر عن الأيونات أحطها القواعد لما أجي أحطها في المية إنها بتنفك عندي الجزء الموجب عن أيون الهايدروكسيد فدائما بيعطيني أيون الأو أتش أش السالب المرة الجاية إن شاء الله في الفيديو الجاية رح نبلش نحكي عن كواشف الحمود وكواشف الحمود والقواعد إن أنا كيف أميز بين الحمود وبين القواعد عيد الفيديو مرة ومرتين اكتب الكلام اللي بالفيديو حاول حل المعادلات بإيدك علشان توصل المعلومة أسرع يعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر